هذا وتتكامل جهود الإدارات المختلفة في وزارة الداخلية من أجل حفظ أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين وفي عيد الأضحى المبارك يتم تكثيف الجهود لتحقيق السلامة العامة في كافة مجالاتها وتأمين الأنشطة والبرامج المجتمعية خلال أيام العيد ضمن جهود حفظ أمن الوطن وفي إطار تأمين سلامة المواطنين والمقيمين خلال عيد الأضحى المبارك تقوم مدريات الشرطة بالمحافظات بدور رئيسي وبأعلى درجات الجاهزية على مدار الساعة بتعاون مع الإدارات الأمنية ذات الصلة وهو ما يتم من خلال خطة أمنية شاملة والشراكة المجتمعية الفاعلة نقوم بعملية مسح أمني خاصة حق مصلى العيد اللي عندنا في محافظة المحرك وباقي المصليات أيضاً ويتم ترتيب دوريات راجلة عند المصليات والمساجد اللي بتغام فيه صلاة العيد أيضاً نترتب شرطة لتسهير حركة المرور أيضاً نقوم بتسهير عمل دوريات راجلة في الفرجان بناء على توجهات سعادة رئيسي من العام وتوريات راجلة أيضاً في منطقة السوق لحفظ العمن والنظام تقوم شرطة مديرية محافظة العاصمة باتخاذ التدابير والإجراءات الأمنية الخاصة بإجازة عيد الأطحة المبارك من خلال تعميل الجوامع ومصليات العيد وكذلك قامت مديرية شرطة محافظة العاصمة بإعداد خطة أمنية متكاملة ذلك من خلال التعاون والتنسيق مع الإدارات المختلفة بهدف فرض الأمن والنظام العام وتعتمد مديريات الشرطة في أداء مهمها الهادفة إلى تعزيز السلامة العامة في كافة المجالات على سرعة الاستجابة لأي حادث أو طلب للمساعدة تم إعداد خطة متكاملة لذلك من خلال نشر الدوريات العامة ودوريات خدمة المجتمع سواء كانت راجلة أو راكبة في الأحياء السكنية والأسواق والأماكن المتوقع تواجد الزرحامات فيها كذلك لا ننسى الدور المهم الذي تقدمه غرفة العمليات الخاصة بالشمالية من خلال المتابعة الأمنية واستقبال البلاغات والمتابعة عبره الكاميرات المتواجدة والمنتشرة في كافة نطاق المحافظة الشمالية اتخذت مدرية شرطة المحافظة الجنوبية العديد من الإجراءات الأمنية والوقائية بمناسبة حلول عيدة الأضحى المبارك بيكون إن شاء الله بإذن الله عندنا ترتيبات أمنية بين دوريات الراجلة والدوريات المتحركة على الشوارع الرئيسية والشوارع الفرعية وإن شاء الله بيكون عندنا أيضا تواجد عند مصليات العيد والمساجد أيضا قامت شعبة خدمة المجتمع في المديرية بترتيب دوريات الراجلة عند الأحياء السكنية لمتابعة الأطفال وأيضا عند المجمعات التجارية والمناطق التي يكثر فيها الزوار أيضا قامت مديرية الشرطات المحافظة الجنوبية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوضع خطة أمنية إن شاء الله لمتابعة الشوارع ولضمان إنسابية الحركة وتأتي هذه الجهود الأمنية استنادا إلى رصيد متميز من الشراكة المجتمعية والتواصل مع المواطنين والمقيمين ضمن منظومة أمنية تعتز بالتماسك المجتمعي والتواصل المستمر والفعال بين الشرطة والمجتمع وكل عام وأنتم بخير